ككل شتاء يطرق البرد أبواب هذه الخيام المتهالكة حيث تشتد المعاناة وتكون الخيام عرضة للاقتلاع بفعل الرياح والعواصف الشتاء الثالث يمر على النازحين في مخيم بابكي غربي حلب وتتفاقم معها معاناة النازحين العديد من الخيام تعرضت للغرق جراء الأمطار الغزيرة ما دفع فرق الدفاع المدني لسحب المياه من المخيم للحد من الأضرار التي لحقت بقاطنه مشهد المعاناة ذاته تكرر بأقصى الشمال المحرر وتحديدا في المخيمات الواقعة على أطراف مدينة جرابلوس حيث أطلق السكان نداءات استغاثة للمنظمات الإنسانية لمواجهة الكارثة التي حلت بهم بعد غرق وتهدم عشرات الخيام بفعل الأمطار والسيول فعاليات ثورية في الشمال السوري ناشدت أيضا هيئات الإغاثة بتقديم المحروقات وتبديل الخيام لقاطنيها محملة المنظمات مسؤولية التأخر في الاستجابة وطالبتهم بالتحرك الفوري للتدخل للحد من معاناة المهجرين بدورها عقدت الحكومة السورية المؤقتة اجتماعا طارئا بحضور أعضاء من المجلس الإسلامي السوري وعدة منظمات ومجالس محلية في مدينة عزاز لمتابعة حملة التضامن مع أهالي المخيمات ووضع حلول مناسبة لفصل الشتاء الذي يضرب المخيمات بشكل كارثي على هذا الحال تستقبل مخيمات الشمال السوري شتاءها السابع الشتاء الذي يمثل أحد أعداء السوريين حاملا معه المزيد من المآسي لشعب ذاق من الويلات أشكالا فضاق ذرعا بحرب لا تبدو نهايتها وشيكا شكرا